يدفوا عن الشيخ الشعراوي مجيئين سبين ولعنين وقذفين ودخلين في كل الجرائم اللي ربنا محرمة برضو بشويش يعني هذا لا يرضي الله يعني خد بإيدي اللي بينتقد ده لو انت شايفه غلط وما تدخلش انت معاه في جدل محرم وترتكب انت زنب وتشتم بالأم والأب وتقذفهم وتتهمهم بالزنا وبالبتاع وولاد الحرام وولاد البتاع من قالك من قالك انهم ولاد حرام يعني وحرام دي من فهمنا احنا دلوقت الدارك في زماننا ولاد الحرام اللي هم مولودين مش من سكة حلال يعني ممكن يكونوا حلال جدا ولو هي حتى متبرجة وطبعا مش ولو هي حتى ده وحوق وهي كده تبقى بنت حلال يعني وابوها متجوز امها وعايشين زي الناس وكل راضي ربنا في الجزء دي وانا بغلط وانت بتغلط والتاني بيغلط والرابع بيغلط مش معنى ان حد قال كده بقى كفر وكذا وكذا وارد ان يجي وقت كمان دي بقى حتة تانية مهمة جدا وارد ان يجي وقت حد بيتكلم بشيء معين بفتوى معينة في زمن لظروف ما وتتغير